كنت السيحة السينمائية بهولوود بعام 2023 مش تعلي بعرض أفلام سينمائية هيم ميل كلكن بانتظاره وهلأ صار الوقت نتعرف سوا على الأفلام الأكثر تحقيقاً للإرادات بعام 2023 يتربع فيلم باربي في المركز الأول بعدما حقق إرادات بلغت مليار وربعمائة أو اثنين مليون دولار في 52 يوم فقط في الصينما بينما يأتي في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة يلي حقق مليار وثلاثمائة وستين مليون دولار ونجح فيلم أوبنهايمر في التفوق على فيلم جوردينز أوف دي جالكسي فوليوم ثري يلي تراجع من المركز الثالث إلى الرابع في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإرادات في 2023 بإرادات بلغت 948 مليون دولار مقابل 845 ونصف مليون دولار أما المركز الخامس فمن نصيب الجزء العاشر من سلسلة Fast and Furious بأنوان Fast X وحقق 704 مليون دولار أما بالنسبة للسينمات المصرية فما زال فيلم بيت الروبي يتصدر قائمة الأفلام الأعلى إرادات وهو من بطورة مشتركة للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وتم إصداره قبل العيد بأسبوع وقد حقق إرادات بلغت 130 مليون جنيه ليكون بهذا الرقم الأعلى في تاريخ السينما وجاء فيلم تاج للنجم تمر حسني يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر وقد تم إصداره أول أيام العيد فاقتربت إراداته إلى 46 مليون جنيه بينما احتل المركز الثالث النجم أمير كارارا بفيلم البعبع ويلي حقق 43 مليون جنيه ونص أما المركز الرابع فكلم النصيب فيلم ماستر أكس وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة هانا الزاهد وتخطت إراداته الـ 31 مليون جنيه وأخيرا في المرتبة الخامسة يحقق فيها فيلم فوي 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 بطولة محمد فراج بإرادات 29 مليون جنيه أنت أصلا مش ترجع من كينيا دي تاني؟ أفرق با كينيا تمين يا بو كينيا أنا رسم على أوروبا